أزل أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أرشيف توالد زي ما تعرفوا في السلسلة هذه نحاول نشرح شين هو أرشيف توالد وبالك واحد منكم يكون غادي عندها حاجات هذه يقدر يعاون بها باش نكبره الأرشيف ويستفيد منه الجميل طبعا بنتكلم اليوم عن حاجة قليلا ما تلقاها حتى فيديوهات في يوتيوب الإنجليزية ولا حتى بالفرنسية ما فيش منها هلبة ما فيش حالة يتكلم عنها بشكل كبير وحتى الهوات اللي يجمعوا فيها مش هلبة وحنا حقيقة ما نجمعوا فهم باب الهيواء نجمعوا فهم باب الحفاظ على أرشيفنا وتاريخنا ولهذا تجميعنا خاص بأفريقيا الشمالية الحاجة هذه اللي هي يسمو فيها استيريوسكوب ما تستعجلوش سنوريكم خطوة بخطوة شين هي هذه الحاجة وحتكون أكثر من حلقة حقيقة في الموضوع هذا يسمى بالإنجليزية استيريو إيميج استيريو يعني ثنائي كلمة لاتينية أعظم عفوا لا يونانية استيريو اللي هي صور مع بعضهم لخداع العين والآخره وهذه حتى تفهموها معايبات شوي طيب الصور التابتة موجودة جمعنا منها بعدد كبير ويوجد كذلك آخرين يجمعوا فيها الصور الفيديوهات موجودات الكتب القديمة كذلك تولد عندها عدد كبير المخطوطات عندها كذلك عدد كبير الجرائد المجلات وهذا كل ما اتكلمنا عليه في حلقات منفصلة أهني بنتكلم عن لي أرشيف تولد في الصور الثلاثية الأبعاد الفكرة في الصور التابتة اللي هي ثلاثية الأبعاد أنك تعطي لكل عين صورة مختلفة بزاوية بسيطة مختلفة على الثانية وبمسافة معروفة بنتهم أغلب الناس يحسابوا أن هذا النوع من التصوير يعتبر حديث في الواقع هذه النوعية من الصور موجودة من القرن التاسع بمعنى من 1830 في واحد انجليزي دارها اسمها ديفيد واتسن لكن المكينة كانت وعر ان كنت تشوف بها وكل شيء كبير لكن مهتموش بها الناس لعن سنة 1865 في مهرض عرضها نفس العالم البريطاني في مهرض في لندن وشراته الجهاز هذا الملك الفكتوريا وأصبحت شغوفة جدا بهذا النوع من الصور وأصبح مثل التلفزيون تصوروا حتى 1950 مهتموش بها الناس نحن اليوم بالفيديوهات والتصوير واليوتوب وغيرها كانت هي الموضة في ذاك الوقت هذا نوع من الصور يعني واحدة من الحاجات اللي يذكر فيها انه ياخذك لعوالم اخرى يوصلك الاخرى حتى يوجد منه صور من جميع دول العالم وأحيانا يتفنوا بعض الشركات لوضع صورة مركبة باش يشوقوا الناس للشراء والاخرى ولكن يوجد ناس صادقين ويوجد مصورين اكبار ومتعاطفين بعض هذه التقافات ويحبوا ارشيف هذه التقافات فيصوروا فيها وهذا اللي يهم نحن اكتر من غيرها الستيريو سكوب الستيريو فيو هذا نوع خاص جدا من الصور وفيه هواة ومهتمين من جميع دول العالم يجمعوا فيه سنوية هذه الهواة يلتقوا في العالم في كل مكان في هذه السنة في كوريا الجنوبية حيكون فيه لقاء كبير وربما نحضرها من شبال الفيقية للأسف ما فيش ولا حد يمثل هذا النوع من الصور ما عادة ليبيا يتمثل مؤسس التقافي بالأرشيف اللي عندها ونعتبرنا نحن من دوبين حتى لبعض دول الشمال الأفريقية الأخرى لان زي ما قلنا ما فيش حد ثاني ونتمنى ان يكون حد ما اهتم بهذا الشيء من الصور من هذه الدول ولكن الى الان لا توجد الا مؤسس التوال في هذه المنظمة الدولي فيه هواة في واحد قبيلي يهتم بالصور الفرنسية فيها مازيغ يحضروا في هذه المؤتمرات ولكن للأسف اهتماماتهم بغير دولهم بغير منطقتهم طيب زي ما قلنا كانت جميع الدول متقدمة عندها في الناسها عندهم في بيوتهم زي ما فيه اليوم تلفزيون عندهم هذا الجهاز طبعا هذا النوع من الصور يعني الهواة يستخدموا فيه في بعض التجار لان فيه حقيقة مكاسب وفيه فلوس ولكن لان العالم امتاعنا ليش اهتمام به فالصور ما زالت رخيصة الى حد ما يعني اغلى او اقصى ما تجد فيها 30 دولار للصورة الواحدة واقل شي بدولار ودولارين طيب خلينا نعريكم الجهاز هذا يسمى ستيريوسكوب ويسمى كذلك بالفرنسية لومكسيكا لومكسيكا هذا الجهاز هذا في منها انواع واشكال بس هذا الجهاز اللي هو انتشر في فترة طويلة جدا تشوف من العين هنا وفيه حاجز بين العينين باش يفصل الصورتين اللي بتحطهم والصور على فكرة هذا هو الشكل المتاعها تنحط في الجهاز هنا القدام وتشوفها بالعين وتلقى روحك تشوف في صورة 32 بعد كأنك عايش فيها الداخل شي خيالي حقيقة جميل جدا 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 وتخيلوا معايا انها دي راهوا لها اكثر من 150 سنة بل يصل الى اكثر من 150 سنة طيب هذا الجهاز زي ما قلنا في منها انواع واشكال فيه حتى لنوع اوتوماتيك بمعنى انك انت بس متضغط البطمة يجيبلك بطريقة ميكانيكية الصورة لبعض وصورة لبعضها وإلى آخره هذا الجهاز في منها اشكال ونوع زي ما قلنا ومن شغالها البداية يتراوح بين 30 الى 100 دولار للجهاز هو حقيقة جهاز بسيط ولكن قيمته لانه هو فنتج وانه هو اكديم هذا هو القيمة بتاعها اللي فيه ليس لانه فيه تكنولوجيا طيب خلوني نتكلم على الصور وهي الاهم عندنا في الموضوع الصور يجو على اشكال وانواع فيه حاجة يسمو فيه وورلد تور ست هذا يكون غالي جدا حقيقة غالي جدا بالنسبة للناس دين نحنه غالي لانه تمنه يصل الى 300 بل احيانا الى 1000 دولار من 300 الى 1000 دولار والصور كذلك انواع واشكال زي ما قلنا هذه اللي محافظة عليها وحاطها في داخل البلاستيك البلاستيك هذا يمنع الرطوبة وما فيه شيء اسيتيشن وقسطة طويلة تشروه بروحها حتى هو البلاستيك هذا ينباع وينخط فيه هذا النوع من الصور الصورة هذه اظن من تونس ترجع الى 1800 وشوية عفوا 1900 وشوية هذه الصورة مثلا اللي يسمى ستوريسكوب فيها نوع منحني من هنا النوع المنحني هذا بديه بعد 1890 فيها نوع اخرى اللي هي فلات 1800 هذه مش منحني هذه منحنية بفعل الشمس وفعل التالية هذه من ليبيا من 1896 شوفوا قدم هذه الصورة فيه نوع ثالث اللي هو النوع هذا اللي هو يسمى ليثوغراف الحقيقة هذه مش صورة كما تشوفوا راه صورة متبتة عليك على ورق مقوة لكن هذه في الحقيقة هي مطبوعة مباشرة على الصورة وفي الغالب اللي يمدال عليها على مثالي في الغالب يكون عليها كتابة من الخلف تشرحك شن هي؟ هذه من الجزائر وهذه ترجع الى الاربعينات هذه مطبوعة طبعا هذه مليهاش قيمة كبيرة حتى في البيع لكن لا نجمع فيها في توالف من باب أرشفتها ليس إلا فيه نوع ثالث حتى هو مهم جدا حتى هو الطباعة عبيض وأسود وهذا موجود في إيطاليا بشكل كبير وعن ليبيا هذه معركة عين زارة سنة 1912 فيه نوع ثالث وهو دروه الفرنسيين والهوات بالذات هذه مش شركات دروه ولا مطابع الحاجة هذه ناس بشكل شخصي وهذه يهموني بشكل كبير جدا 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 لان فيهم صدق كبير جدا مفيش تركيب صور مفيش حتى حاجة هذا النوع غالبا يكون بهذا الورق المقوى البرتقالي فيه انحناء بسيط في الحاشية مفيش انحناء يكون فلات الصورة زي هيك وزو الصور واحدة بجنب الثانية وهذا موجود من الجزائر بشكل كبير جدا 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 وهنا لازم نقول ان نصيب الأسد من هذا النوع من الصور هو للجزائر بحكم انها احتلت بفترة قديمة جدا وعاشوا فيها فرنسيين هل بي عندهم امكانيات جدود لم يكن عندهم امكانية تصوير هذه الأشياء وفيها آلات تصوير طبعا من ذاك الوقت فيها آلات التصوير فيها عدستين اللي هي تاخذ الصور زي ان الانسان عدستين مش عدسة واحدة وتاخذ الصورة من جهتين وبعدين يحط فيها مع بعضهم بالطريقة هذه بحيث ان نحن نقدر نشوفهم في الجهاز طيب في أنواع زي ما قلنا كثيرة كثيرة جدا من هذه الصور في حتى الأتراك أنفسهم داروا هذا النوع من الصور والحقيقة أنواع كبيرة جدا مش هنتكلم عليها كلها طيب أهنيه اللي همنا كله من هذا الأرشيف زي ما ذكرنا نحن نجمع فيه من أجل وضع أرشيف لكل شمار أفريقيا ابتداء من مصر من سيوى حتى الكناري من هذا النوع من الصور طبعا نحن في مؤسسة تولدنا أقدم صور ترجع لألف وتممية وستين وأحدثها ألف وتممية وثلاثين وطبعا زي ما قلنا الفوتوست هادو مفيش حاجة على شمار أفريقيا لكن فيه مجموعة ومذكورة كلها وهذا كل أحسن ما فيه الأمريكان مديرين كتلوقات كاملة ومحافظين عليه والمكتبات مدعها محافظة على هذا الشيء للأسف الشديد لا فرنسا فرنسا مهتمة طبعا بصورها وصور بلادها لكن مش مهتمين في مكتباتهم بهذا النوع من الصور بخاص بشمار أفريقيا قليل جدا ما تلقى زي غاليكا ولا البياناف ولا غيرها مهتمين بمنطقة القبائل عفوا من المناطق الأمازيغية قليل ما تجد صور لمنطقة القبائل ولكن مش هلبة الحاجة الثانية الاهتمام كان دائما بتصوير الحواضر الرباط مراكش طنجة عندي مجموعة لبس بها من الصور من طنجة ومنطقة الريف في مجموعة من الصور بالجنوب المغرب وإلى أخيره ولكن الدواخل قليل من يهتم بها ولهذا زي ما قلت قبل شوية أن يهتم هلبة بهذا النوع لأنه يختم بالدواخل وهذه أشخاص مش شركات مش هدفها الربح كانت هدفها تجميع وأرشفت هذا النوع من الصور سبب ذكري لكل هذا أن نحن ناويين نعيدوا أرشفت هذا كله ووضع بين يدي الناس اللي زيكم اللي هم مهتموا بتاريخ شمال إفريقيا إيطاليا كذلك أحرف من ليبيا أسوأ للأسف الشديد مش مهتم هلبة بهذا النوع من الصور حتى الأرشفة متاعهم من غير سوسايت جيوغرافيكا متاع روما مفيش حد تاني مهتم بهذا نوع من الصور وحتى هما مدروا ليش أرشفة لهذا النوع من الصور مازال طيب أهني هني بنوريكم حاجة جديدة في هذا النوع من الكتب يسمى هذا النوع من الكتب أعاد الصور القديمة زي ما تشوفوا وداروا عدسات ويجب أن تشوفوهم بشكل ثلاثة الأبعاد هذا النوع من الكتب يجب أن تجدوه في أكثر دول العالم موجودة التي تهتم بثقافتها وحضرتها وتهتم بهذا النوع من الكتب لكن للأسف الشديد لا نجدوش حاجة على شمال إفريقيا ولهذا عندي رغبة شديدة أن ندير حاجة على شمال إفريقيا هذا النوع من الصور زي ما تشوفوا زي نيويورك مثلا هذا الست يجي معاه فيور زي هذا بالعدساتة تمتاعها مجموعة من الصور وكتاب هذا اللي نتمنى أن نديرها لشمال إفريقيا كلها تنحط فيه كل الأرشيف اللي عندي من الصور هذه أو اللي عندنا في محسس الستوات من كل هذه الصور وفيه زي ما قلنا هذا النوع من الكتب هذا أسهل طبعا صناعتها يديره فيه بثمن كويس معقول ومقبول للناس عندنا في حمال إفريقيا أهم شيء أنا حقيقة حتى لو ما طلعناش الكتاب أهم شيء أن نحن نأرشفوا كل هذه الأشياء طبعا فيه أشياء أهلبة لازم واحدة يتكلم عليها واحد النقاء والنظافة طبعا هذا ما تتوقعش تحصله بجودة أحسن من هذا هذا النوع من الصور لأن هذه طبعا من ليبيا وقديمة جدا في الـ 1890 هذه النوع من الصور هي الـ 96 حقيقة هذا النوع من الصور دي ما يكون فيهم غابة شوية ولكن بالفوتوشاب وبالتصف بشوية بشوية لما بنطلعها في الأرشيف نجد نطلعها ونوضعها أكتر تكون الصورة مش محافظة عليها بشكل كبير وتكون الصورة يعني فايدد أو تنحى منها الإضاءة تحتاجوا إلى عدسة حب ذلو عدسة طبعا هذه عدسة عادية حب ذلو العدسة فيها لامبة زي هذه مثلا باش تشوفوا واتدققوا في الصورة بشكل كبير حين شرائها أو طبعا أفضل من هذا كله لو عندكم العدسات من هذا النوع وهي معنا عدسة عادية ونمتلقوها لكن هذا النوع من العدسات يدور لكم ويبين لكم بدقة كبيرة جدا لو فيها أي مشاكل في الصور مشاكل الصور غالبا تكون في الحاشية هذه لأن يدخلوا فيها من الجهاز كما تشوفوا هنا طبعا لتدخيل كذا يتأثر الصورة في جنب وأحيانا بعض هذه الصور تكون ممتازة جدا لكن للأسف لا يكتبوش عليها إلا معلومات قليلة جدا هذه الصورة من منطقة جورجرا هذه من الجزائر العاصمة وهذه لأنها مطبوع اطباع حتى في الخلف مطبوع ومكتوب عليه هذا النوع من الصور غالبا يكون محافظة عليه والأمريكان عندهم اهتمام كبير جدا بهذا النوع من الصور ويحافظوا عليه وأنا شخصيا نزيد له ونحط فيه في بلاستيك طبعا زي ما قلنا فوتو ست زي هذا مهم جدا لكن غالية جدا وتقدر طبعا بطريقتك الخاصة أنك أنت تجمع أو شيء بروحها بعدين جمع الصور واحدة بعد الثانية وتهتم بهم أهنيه طبعا احطت قدامي صندوق معبي من الصور أهنيه الصور هادو في منهم أنواع وأشكال بعضها حقيقة نادر ما تلقاه في حالة جيدة واللي بنقوله أن الإنسان لما بيجمع هذا شيء ونتمنى يكون في مجمعين آخرين أنك أنت مش شرط تشري فقط لحاجات اللي هاتمة بمنطقتك اشري بالرخيص حتى مناطق تانية لأغراض أخرى والله يصدقوني عندي بعض الصور شريتهم ثمنهم لما شريتهم بدولار دولار ونص الآن بعضهم والله يريتني نلقاهم بسهولة بعضهم يعني أيوة زي هادو ينبعوا بـ 300 إلى 1000 دولار بمعنى أنك أنت تشريهم وبعدين تبيعهم حتى بـ 100 دولار مثلا باش تشري أشياء وصور أخرى للمنطقة لأن هذه الهواية حقيقة هواية شوية غالية يعني التجميع فيها شوية غالي وطبعا زي ما قلت الأرشيف انسيت نتكور بكري فيه أحجام وأشكال الحجم هذا 17.5x9 سنتيمتر أو 7 إنش فيه 3.5 إنش هذا الحجم الستاندرد يستخدم فيه في أكثر التصويرات هذا على شكل فوست كارد وهو قليل الاستعمال ويجي من إسبانيا بورتغال المناطق هادي وأغلبها عن الجزائر والمغرب وتونس ما لقيتش لتوى حتى حاجة عن ليبيا بهذا النوع من الصور الحاجة الأخيرة زي ما قلنا اهتموا بقضية الجودة بتعطي الصورة ولكن حتى لو الانسان يهتم بها فيه صور قديمة جدا حجمها أكبر من الحجم هذا اللي احنا مستعملين فيه مش هنكتركها من هيكي والمرة الجاية بنتكلم عنه نوع تاني من الستيريوسكوب حتى هو نجمع فيه عليه الزجاج او للمرش يطبعوا فيه على المرش يسموا فيه بوزيتيف او لعلى البلاستيك او لعلى النجاتف نفسهم بتاع الأفلام هنتكلموا عليه في المرة الجاية ان شاء الله وهنا خطيتوا فكرة معي عشان هو الستيريوسكوب واللي بيتعرف أكثر يشوف في الانترنت يلقى مقالات يلقى حاجات حتى وكي بيدي يلقى كيف تم خداع العين من خلال هذه الصور تاني مردون